تحذير مستمر وخطابات متواصلة توجهها الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة للقيام بدورها حيال كارثة بيئية تتهدد الحياة البحرية في أربع دول إقليمية تطل على البحر الأحمر أكثر من مليون برميل من النفط الخام يعوم على أمواج البحر الأحمر على باخرة خزان صافر المتهالكة والتي يسيطر عليها الحوثيون ناريا رافضين السماح لأي فريق أممي لمعاينة الخزان الذي تأكله الرطوبة والمياه الملحة وكانت الميليشيات الحوثية رافضت السماح لفريق التقييم التابع للأمم المتحدة والذي وصل إلى جبوتي أغسطس الماضي بالوصول إلى الخزان التابع للدولة اليمنية والواقع بالقرب من ميناء رئيس عيسى الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية وترهن الميليشيات الحوثية موافقتها على صيانة خزان صافر بشرط صرف عائد أكثر من مليون برميل من النفط الخام لصالح جماعتها ما لم فليتسرب النفط في البحر إلى آخر قطرة وتريد الميليشيات الحوثية الحصول على ما يقدر بأكثر من ثمانين مليون دولار والاستيلاء عليها برغم أنها ستقوم بصرف العائد رواتبا لموظفي الدولة التي قطعتها الميليشيات منذ ثلاث سنوات وترفض ميليشيات الحوثي تقديم أي ضمانات للأمم المتحدة والحكومة الشرعية في التزامها بصرف هذا العائد رواتبا للموظفين فضلا عن رفضها بأن تقوم الأمم المتحدة من جهتها ببيع الشحنة ودفع رواتب الموظفين الذين تقطعت أمامهم كل سبل الحياة بفعل التعنت الحوثي والمساومة بمعاناة ملايين اليمنيين